اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنسام وعمار حلقتنا النهاردة حول العلاقة الجدلية بين الدين والعلم لكن خلينا نبتدي من الحدث الابرز امريكيا وهو براءة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الصابق خلال محكمته في مجلس الشيوخ يعني براءة لا تثير اي دهشة بالحقيقة كانت النتيجة متوقعة بس نحن تحليلنا بالحقيقة نركز على موضوع ليس بس انه ليش النتيجة طلعت براءة بس شو عم يصير فعلا بالحزب الجمهوري نحن منشوف انه هالمرة سبع اعضاء بمجلس الشيوخ نضموا الى قرار الاداني بالمحكمة الاولى كان في عضو واحد اللي هو ميت ترامني بالاضافة لهذا الشي في عندك شخص مثل ميتش مكانول اللي هو صوت لبراءة ترامب بس من منطلق تقني انه زلمي صار خارج المنصب هلأ هاي المحكمة ماله داعي وبالنهاية ماله دستوري بس هو عمل خطاب ادام في ترامب فعمليا في عندك مجموعة من الجمهوريين اللي عندهم مشكلة مع الخطاب الترامبي مع السياسات الترامبية وفي معركة محتدمة داخل الحزب الجمهوري فعلا ملفت للانتباه مش بس ان سبعة طبعا ده مش رقم بيمثل اغلبية ولا حتى كافي للادانة لكن سبع اعضاء مش بس بيصوتوا مين هم السبع اعضاء دول مش بس الاسامي المتوقعة سواء ترامني ولا سوزن كولينز ولا غيرهم بس ان واحد زي كاسيدي في ولاية زي لويزيانا ولاية مؤيدة لترامب مية في المية انه هو يجروا انه هو يعمل حاجة زي كده اعتقد انه هي دليل انه في حالة غضب ضمن جزء من الحزب الجمهوري تجاه ترامب وزي ما انت قلت السؤال المستقبلي هل الحزب الجمهوري هيلجأ الى ترامب مرة اخرى في كلام ان ترامب بيفكر ينزل مرة اخرى في 2024 بعدا عن سنه هيكون ربما كبير جدا انه ينزل ولا هيلجأ الى محاولة الحفاظ على الترامبية والسياسات اللي هو قدمها بدون الرجل نفسه اما هيرجع الى سياساته مقابل ترامب الصراع ده احنا شايفينه لايف قدامنا على التلفزيون من خلال حاجة زي محكم يعني هلأ اذا مننظر بالحقيقة للامور على الارض واضح انه الترامبين عندهم الاسبقية عندهم قائد واضح المعالم سواء رشح حاله ولا لا وبنفس الوقت اقول لهم يعني 43 جمهوري ممكن يكون العدد من اصل 50 هو اللي صوت للتبرئة ممكن يكون بعض هدول الناس بالحقيقة ما بدهم كان التبرئة بس عندهم اسبابهم الخاصة ليش صوتوا هيك بس فيه واقع بيقولك انه فيه تأييد كبير حاليا لترامب وفيه قيادة للحركة تبعه بينما الناس المعادين له لحد هلأ ما التفوح حول قائد معين من ترامني لحد هلأ ما استطاع انه يعطي الحس بانه هو قادر فعلا على تنظيم الحركة المعارضة لترامب ضمن الحزب الجمهوري خلينا ننتقل الى قرار في اسرائيل وزير التعليم الاسرائيلي بيقرر ان تعليم تاريخ اليهود المغربة ضمن المناهج التعليمية الاسرائيلية طبعا القرار ده جاي ضمن عملية السلام اللي بتتم بين المغرب واسرائيل فيه محادثات بين وزاراء التعليم في البلدين حديث حول تبادل طلابي وخطوات كذلك ايضا طبعا في المغرب بيدرسوا التاريخ اليهودي نفسه في المغرب بس اعتقد الموضوع ايضا اكبر من ذلك اعتقد انه الموضوع مرتبط بالحقيقة بالعلاقات ما بين الاشكنازة والسفاردي السفاردي من اليهودي الجاين من مناطق ذات الغالبية العربية والاسلامية اللي شاركوا من بداية الحركة الصهيونية بتأسيس اسرائيل كانت نسبتهم بالبداية بحدود الـ 25% لـ 30% هلأ نسبتهم صارت اكتر من 50% بالشارع الاسرائيلي وما كانوا بالحقيقة عم يتعاملوا على قدم مسواة مع الاشكنازي اليهودي الجاين من اوروبا فكانوا عم يعانوا من التمييز هاي محاولة للتعويض عن التمييز اللي كانوا عم يتعرضو له بالسابق وبالحقيقة هو يشهد يعني الديمقراطية باسرائيل بانه التنوع الاثني الهائل اللي موجود باسرائيل استطاعوا مع ذلك من خلال التزام بالعملية الديمقراطية والحريات انه يعطوا مجال للارتقاء خلف التمييز وانه يحسنوا يعالجوا التمييز ومع الوقت يظلوا ويحافظوا على وجودهم كدولة قادرة على انه تستجيب لمطالب الشرائح المختلفة الموجودة فيها احنا طبعا في بلدنا باستثناء رغم هذا الاستثناء المغربي بنرفض ان احنا نتكلم على الواقع والتاريخ ان احنا كان يعيش ضمن بلدنا مئات الالاف من اليهود وان احنا طردناهم وان احنا عاقبناهم على حاجهما ما معلهم شئي علاقة بيها وان احنا محينا تاريخهم وطراثهم من بلدنا دايما بنبص ان اسرائيل بتكلم حوالين هذا الموضوع في محاولة له عمل قدر من المساواة بين اللاجئين اليهود من الدول العربية واللاجئين الفلسطينيين اللي خرجوا من اراضي 48 فحقيقة الامر هناك جريمة ارتكبة تجاه هؤلاء اليهود اللي كانوا عايشين في بلدنا وفي نهاية الامر نحتاج الى ذكر هذا التاريخ تعليم التاريخ عمره ما هيكون حل للمشاكل كلها لكنه يضع قدر او نقطة البداية في التعامل مع الماضي من اجل بناء المستقبل خلينا ننتقل الى الكويت وفي ضجة رهيبة على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت نتيجة فيديو لممثلة او فنانة كويتية أنا ابتسام حميد الملقبة بالمضربة بسمة الكويتية من دولة الكويت اعلن تركي للإسلام وبكل فخر اعلن اعتناقي للديانة اليهودية يعني من شوف نحن من هذا الفيديو انه هي عم تعلن انه هي معطقة اليهودية بس بنفس الوقت بتحكي عن اوضاع المرأة وتحكي كمان عن معارضة لالصباح اللي بيحضر به ذهني كمان انه قبل شهر تقريبا او اكتر في عندك المزيع والناشط الكويتي محمد المؤمن اللي هو معروف بالحقيقة بالكويت كمان بيعلن انه هو اعتنق المسيحية وتحول على المسيحية وبيعلن انه مرح يرجع للكويت طالما قاله الصباح موجودين بسدة الحكم فهذا بالحقيقة الشيء اللي اثار انتباهي انه عندك طرفين عم يقول انه احنا غيرنا ديننا بس بنفس الوقت عم يحاول يوجهه من خلال هذا الشيء رسالة سياسية هذا لا يعني انه اعتناق لليهودية او المسيحية يعني ما له صح الارتباط الدين والسياسة وعمليات تغيير الدين من اجل توجيه رسالة سياسية هي معروفة عبر التاريخ والاثنين فيه تلازم بيناتهم احيانا بس يعني هذا الشيء بالحقيقة ملفت للنظر وهو انه فيه توجيه رسالة سياسية لا للصباح طبعا اول ما هم اخذوا هذا القرار او اول ما بيعلنوا عن ده فيه حالة من الهجوم المرعبة عليهم اتهمت لي بسمة ان هي مش كوية ايه اصلا هي من اصلا رائعك ان ده هيغير من الموضوع ان هي بحثة عن الشهرة احنا ما نعرفش اهداف كل شخص لكن لو احنا فعلا بنؤمن بفكرة خرية المعتقد بحق الانسان ان هو يؤمن بما يريد فاحنا ايضا ضمن هذا الايمان مقتنعين تماما بفكرة حق الشخص في تغيير معتقده ان انت ولدت على حاجة وعايز تغير رأيك امنت بحاجة تانية هو مش الاديان كلها ابتدت كده هو تلاميذ المسيح مش كانوا اصلا مجموعة من اليهود هو الصحابة قبل ما يؤمنوا بالرسالة مش كانوا اصلا عايشين في مجتمع بيعبد الاصنام الفكرة تغيير الدين هي جزء اساسي من الحياة بل احنا في مجتمعاتنا طبعا بنحتفل وبنسقف اول ما نسمع عن واحد غربي امن بالاسلام ياه حاجة عظيمة جدا محمد علي كلاي ولا لعب كورة فرنسي ولا لعب ده قصة تغيير الدين هي قصة موجودة ولا الاسلام هيزيد ولا المسيحية هتزيد ولا هينقصوا من الناس بتقرر ايه لما كارلوس منعم قرر ان هو يسيب الاسلام ويبقى مسيحي في الارجنتين ولا الملك كانازلي ام الملك فاروق ده ما غيرش في اي حاجة سيبوا الناس تؤمن بلاي لا اكرهها في الدين قد تبين الرجل ابن الغي يمكن هي من اهم الايات القرآنية ومن اهم المبادئ اللي موجودة اللي ياريت المسلمين ضلوا متقيدين فيها من لحظتها وفهمنين ابعادها بس هلأ في كتير ناس بالحقيقة اتهموا محمد المؤمن بانه مثلا عنده انطرابات نفسية مسكين الشاب كزا لانه غير دينه وهي شغلة كتير غريبة الواحد اكيد بيكون عن مر بأزمة لما بده ياخد قرار وجودي من نوع تغيير المعتقد الديني ونحن نرجع للصحابة يعني عمر بن الخطاب كان عمر بأزمة دينية حادة حسب تعبير راغب السرجاني الداعي الإسلامي المعروف بالحقيقة فإذا عندك استعداد تقول انه عمر بن الخطاب بالحقيقة صار مسلم لانه كان عمر بأزمة نفسية وصراع نفسي حاد فنفس الشيء محمد المؤمن عمر بصراع نفسي حاد حسمه بانه بالنهاية هو اعتنق المسيحية شيء عادي انه الانسان يمر باضطرابات شيء عادي انه الانسان يمر بفترة حيرة وشكوك وبالنهاية غير معتقده هذا الشيء بصير مع كثير من الحقيقة من الناس بجميع انحاء العالم وهذا الشيء اساسي من الحقوق اللي احنا لازم نحترمها وما نحاول نلاقي مبررات من نوع الاتهام للأشخاص بانه هن عندهم اضطراب عقلي الله يعافيون في منتصف شهر فبراير تلت تواريخ مهمة ذكرى وفاة جاليليو ذكرى ميلاد شارلز داروين وذكرى ميلاد كوبرنيكس تلت شخصيات بيعترحوا نظريات علمية ما بيرحبش بيها في عصرهم تلت شخصيات قصتهم والتعامل مع اعمالهم بتطرح القضية المعقدة عن العلاقة بين الدين وبين العلم بين المطلق وبين النسبي العلاقة اللي دايما بيتم تصورها كحالة صراع الصراع ده مش في منطقة معينة او في دين معين بل هو موجود حول العالم كله لكن بالتأكيد النهاردة منطقة الشرق الأوسط بتشهد تجليات هذا الصراع بين الدين والعلم يعني نيكولاس كوبرنيكس هو العالم الهولندي اللي بيقول ان الارض ملا هي مركز الكون وهذا الشي كان بخلاف التعليم اللي تبنت الكنيسة بهذا كل وقت وتمنع كتبه بعد وفاته بيأتي جاليليو جاليلي بعدين العالم الإيطالي وبيحط اثباتات رياضية بالحقيقة على انه فعلا الارض ملا مركز الكون بعد كمان فترة بيجي تشاللز داروين طبعا قال لي وقال لي بيتعرض لاضطهاد ولمحاكمة من قبل الكنيسة وبصير رهن الاعتقال المنزلي بعدين بيجي عندك تشاللز داروين بعد رحلة للقلابكس بيحط نظرية التطور هاللي كمان تتعرض مع نظرية الخلق أو مقولة الخلق والإيمان بالخلق هاللي مو بس الكنيسة بالحقيقة هاللي الديانات السماوية كلها تتأمن فيها فبيخلق إذن من خلال هذا التعارض ما بين التعليم المقدسة ومعطيات العلم بيخلق توتر ما بين الدين والعلم ما زال قائم إلى اليوم يعني محاكمة جاليليو طبعا هي الصورة النمطية لهذا الصراع اللي بيتم تصويره انه أبدي بين الدين والعلم وطبعا نظرية داروين هي أساس هذا الصراع مهاردة زي ما انت قلت في رفض المتدينين لفكرة التطور لكن العلاقة بين الدين والعلم ما كانتش دوما عبر التاريخ علاقة صراع بل ان عبر التاريخ سواء في التاريخ الإسلامي مساهمات علماء مسلمين مؤمنين كلهم في النظريات العلمية أو في العالم الغربي الرجال الدين المسحين بيكونوا هما المحافظين على التراث العلمي والمكتشفين العلميين بلغاية عصرنا الحديث يعني قعدنا قرون وقرون الدين يلعب دورا في الحفاظ على العلم وفي مساعدة العلم النهاردة عندنا هذه الحالة الصراع حالة الصراع دي أعتقد أن أبرز تجلياتها طبعا بتحصل في مجال التعليم من خلال النهاردة احتمال المؤسسات الدينية مش قادرة تضطهد الناس لكن بيحاولوا يمنعوا أفكارهم أنها تدرس للطلبة يعني عندك بالحقيقة الظاهرة يظهر فعلا حديثة بسبب طبيعة المعارف العلمية الحديثة والموضوعية والوتيرة العلمية نحن بعصر عم نعمل فيه البشر عم تصرفوا فيه بطريقة كانت محجوزة للآلهة فيما سبق عم يحاولوا فيه نعمل خلية حية مثلا بالمخابر يمكن ما نحسن نعمل خلية حية لبعض عقود بس فيه تجارب علمية جدية ودراسات علمية جدية حول هذا الموضوع عم نطور فيه الزكاء الصناعي اللي ممكن يتفوق على الزكاء البشري بالمستقبل القريب عم نحط نظريات وعم نثبتها في عليها صار براهن مثل نظريات التطور اللي عم تقول أنه أصل الحياة كلها تجاين من المياه من البحار وبعدين اجت على اليابسة وبعدين تطورت الثاديات وبالتالي البشر والقروض لهم أصل مشترك فهذا كلها تعمتعرض بالحقيقة مع التعليمات الدينية أصدق أن دروين مقالش أن جدنا كان قرد لا لا يا راجل ده اللي كانوا بيقولوا هلنا وإحنا عيال ما هو في عندك إساءة للفهم النظريات العلمية من ناحية وأحيانا بتحس في إساءة أو تشويه مقصودة عن نصير هالأيام لأنه صارت البراهن ثابتة إلى درجة كتير كبيرة لا ده مش بس كده يا راجل ده دروين نفسه تراجع عن أفكاره علماء كبار كبار من أساطين علماء الغرب قالوا ندوة ونقضوا فيها النظرية وأول من نقضه دروين نفسه قال إن لم يثبت العلم صحة نظرية فهي باطلة أول من نقضه هو نفسه بس ليش الناس بيحبوه كتير مريحة يا أخي ما بقى في آخرة دروين رجع عن أفكاره كل العلماء غيره أفكارهم والحمد لله وإحنا كويسين وزي الفل يعني ربما ملفت دايما بالنسبة لي فكرة سواء في الفيديو ده أو فيديوهات تانية لجؤنا إلى الرموز الغربية لإثبات الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها ربما كان ده أفضل يعني دليل على فكرة غياب العلم عندنا أصلا إن احنا مش قادرين نسبة أي حاجة من عندنا فلازم نقول إن هم اللي غيروا أفكارهم وهم واحد من عندهم اللي بيقول كذا وكذا لكن محاولة الإجهار دي ربما هي أحد الطرق اللي المتدينين بيحاولوا بيها إن هم يعملوا قدر من الحل أو محاولة لحل هذا الصراع بين العلم والدين يعني زمان كان المؤسسات الدينية قادرة على إنها تمنع الأفكار العلمية قادرة على إنها تضطهدها تمنع الناس إنها تقرأ الكتب كل هذه الأشكال ما عادتش النهاردة مطروحة فعندهم مجموعة من الحلول الأخرى ربما أبرزها تعامل مثلا مؤسسة زي كنيسة كاتوليكية اللي بتحاول تصل إلى قدر من التوافق بين العلم والدين كنيسة كاتوليكية كمثال بتقبل بنظرية التطور يعني نحن المشكلة طبعا إنه عندك المؤسسات الدينية الموجودة بالمجتمعات الإسلامية سواء الأزهر أو دار الإفتاء بأكتر من دولة أو وزارات الأوقاف يعني لما عم ياخدوا مواقف رسمية عم تكون يا موقف رافض لهذا الفكر وبيعتبلوا نوع من المؤامرة بالحقيقة هاللي بدا تحاول تطلعنا عن ثقافتنا وديننا وإخلاقنا يعني كمان هو جزء من المشكلة إنه الفكر العلمي إيجا من الغرب مثله مثل كل شي حداثي مثل أفكار الديمقراطية والحريات فنحن لستنا عم نشوفها من منطلق نفس الرفض بالحقيقة للحضارة الغربية إنه عم تتآمر علينا فأحيانا المؤسسات عنا عم تتعامل بهذه الطريقة استمرار لمناهضة الاستعمار إذا بدك في ضمن محاولات التوافق اللي إنت بتكلم عنها ملفت بالنسبة لي الحديث بتاع الشيخ الأزهر اللي بيحاول إنه هو يعمل قدر من التوافق بين الفكرة الدينية وبين نظرية دارون دارون إذا كان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني أعضى الدفع الأولى في الخلق بخلق الجرثومة الأولى اللي هي ليس الإنسان نعم إنما جرثومة أولى اللي هي ممكن نقول الديدان نعم خلق الديدان ومن الديدان وثم بعد ذلك راح وترك هذه الكائنات يتولد بعضهم عن بعض بعيدا عن قدرته سبحانه وتعالى دارون مؤمن في حدود نعم أن الله أعطى إشارة البدء في الكون ثم بعد ذلك ترك الكون الفكرة هنا اللي هو بيحاول يعملها بعيدا عن هل هي صحيحة علميا ولا لا مش هالنقطة هالنقطة أنه هو بيحاول أنه هو يعمل قدر من التوافق بين الحقيقة العلمية وبين الإيمان الديني عندنا محاولات أخرى طبعا بتتم من خلال إعادة تفسير للنصوص وإعادة قراءة لها مختلفة يعني الناس اللي بتقرأ النصوص بطريقة إن ربنا بيقول لنا الطبيعة بتاعة كل مادة يعني أكنهم بيتعاملوا مع ربنا أنا مدرس فيزيا يعني يعني مدرس فيزيا قاعد وبيشرح لنا البتاع مش هو ده هدف الكتب الدينية أصلا هذا هو النقاش اللي عم يصير ضمن الدين بالحقيقة شو هي الطريقة المناسبة للتعامل مع النصوص المقدسة إن أخذها بحرفيتها إذا أتأخذها بحرفيتها أكيد في تعارض مع العلم وهون بتجي المشكلة أما إذا أنت نظرت للقصص حول آدم وحوى وهذه القصص كقصص كالهدف منها أن تحقي حقيقة أخلاقية أو فلسفية معينة مو الهدف أن تقول لك فعلا أنه هذا اللي صار بالعلم وهذا تاريخ لازم تأخذه كما هو فإذا أنت رحت بهذا الاتجاه ما حتلاقي أبدا تعارض مع العلم وحاتكون مرتاح مع هذه القصة السؤال بتدرس فين يعني أنت عايز تدرس إيمانك الديني بقصة خلق الأرض في مادة الدين لو في مادة للدين في النظام التعليمي في بلدك أنت حر بس قصة الخلق ليس جزء من منهج علمي ما ينفعش أنك تطالب مثلا منهج البيولوجيا يشرح قصة الخلق التوراطية أو القرآنية ده محاولة الفرد معتقد ديني على الناس وليس له أي علاقة بالعلم لكن إحنا مش بس عندنا محاولات توفق أو محاولات للفرد ولرفض العلم تماما عندنا أيضا الإعجاز العلمي يعني وربما الأشهر فيه هو شخصيات ضمن الإطار الإسلامي زغلول النجار عندنا أن أكتر آخرين بيحاولوا يعملوا أن القرآن أثبت كل حاجة علمية بس أيضا رأينا تجليات لده على الناحية المسيحية فييجي واحد ويكتب لك عن الإعجاز العلمي في الإنجيل أيضا والعجيب في كل ده مرة أخرى أن دايما الإثبات جاي من الغرب فالقرآن باستمرار يصف الحركة في السماء بالعروج فرلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا لن نحن خموم بسحورون ومن أوائل الرواد الذين اجفازوا هذه المنطقة رائد أمريك قال كلاما كأنه نص هذه الآية القرآنية يقول لقد فقدت بصري تقريبا أو كأنه شيئا من السحر قد اعتران وكأنه نص الآية القرآنية يعني بتعرف سام أنا عندي مشكلة مع موضوع الإعجاز العلمي يعني لو كان فعلا فيه إعجاز علمي بالقرآن لكان القرآن مفروض يكون هو مصدر الاكتشافات العلمية عبر التاريخ الإسلامي إنه الناس تنظروا الآية ما بالقرآن وتقول تعالي نشوف شوفي بالواقع وبالنهاية يطوروا نظرية يسبتوا إنه هاي الآية فعلا حقيقة وعلى أساس يصير في تقدم علمي ما هذا الشي ما صار عبر التاريخ حتى أنا بتذكر إنه علماء الدين الإسلاميين ورجال العلم بهذاك الوقت مثل فخر الديني الرازي أو البيضاوي هذي كانوا ينظروا للقرآن وأحنا نفسروا بعض آياته إنه فعلا تدل على كروية الأرض أو مثلا فخر الدين الرازي هذي قال إنه كل الأجرام السماوية تسبح ما في مركز لا أرض ولا شمس ولا أي شيء من هذا القبيل هاي فكرة علمية قدمها عالم ديني ومفسر للقرآن ومع ذلك ما بتشوف أنت رجال الدين بهذاك الوقت عم يحاولوا يقولوا للعامة إنه الأرض غير محمولة على قرن تور ويعرضوهم بهذا الشيء الخطورة كمان يا عمار في فكرة طيب أنت باني إيمانك الديني على هذه الأفكار اللي بتقدمها للناس إنها علمه وهي طبعا ولا هي علمه ولا بطيخ لكن أنت بتضحك عن الناس وتقول لهم آه أدي الإثبات والكتابك المقدس بيقول هذا الكلام النتيجة طب لو العلم اتطور بعد كده لو طلع إن الكلمتين اللي انت لزقتهم على بعض عشان تقنع أن الناس إن كتابك المقدس هو كتاب علمي طلعوا غلط ده هيعمل ليه في إيمان الناس يعني مفروض أي حد فعلا مؤمن به دين يرفض مثل هذا الاستغلال والتهريج اللي بيتم باسم الدين في شكل محاولة التوافق مع العلم بإعجاز علمي في الكتب المقدس بس خيانا ننتقل إلى فكرة الصراع في حد ذاتها يعني الصراع موجود وتجلياته قدامنا في كل المجالات ربما أحد أهم تجليات هذا الصراع نحن ما عندناش إنتاج علمي في منطقة الشرق الأوسط يوسكر يعني مجرد ثلاثة مسلمين حصلوا على جيزة نابل في المجالات العلمية خلال أكتر من مئة سنة ده يعني بيصور لنا حجم الأزمة اللي بتمر بيها المنطقة مشانيك أنا بالنسبة لي موضوع مسبار الأمل اللي بعثته الإمارات على المريخ واللي دخل بنجاح إلى مدار حول المريخ بالنسبة لي خطوة فعلا تعطير الأمل لأن المشاركة بصنع العلم والمعرفة حتى لو كانت هلأ بنسبة 50% أنه في مشاركة أجنبية كانت بالإضافة للمشاركة الإماراتية هذا الشي عادي بكرة بتصير 70% بكرة بتصير 80% توطين المعرفة هو بصير عبل المشاركة ما بتعود المعرفة مستوردة لما أنت عم تشارك بالصنعة أنت وقتها كمان عم تسارك بالجدلية اللي موجودة ما بين الدين والعلم أنت عمليا ما بيكون العلم بالنسبة لك شي غريب جاي من الفضاء الخارجي بصير بالعكس شي ينبع عضويا من المجتمع اللي أنت فيه وانت مشارك بصنعه فبالتالي ما بيعود الصراع بهالأزمة اللي عم نشوفها فيها حاليا بمجتمعاتنا بس لو فيه أزمة النهاردة وفيه صراع مش لازم دايب الوضع الطبيعي نحن تكلمنا على أن في البداية كان فيه علاقة متجنسة بين الدين والعلم أو الدين كحاضن للعلم نهاردة فيه حالة صراع في أغلب دول العالم أو في مناطق كتيرة لكن مش هي دي الحالة الطبيعية للأشياء ربما أحد الطرحات المهمة والعلم كل واحد فيهم بيشغل جزء من عقل الإنسان من الحياة البشرية مختلف فمش لازم يبقى أصلا فيه علاقة بينهم أو حالة صراع في نهاية الأمر العلم بيقدم لنا حقائق مجردة في الحاجات اللي حوالينا لكنه لا يقدم تفسير للحياة معنى للحياة إحنا عايشين ليه أو إيه مفروض تبقى علاقتي مع الآخر الدين هو اللي بيقدم هذه الإجابات أو بيحاول تقديم إجابات لهذه الأسئلة أو الفلسفة من هذا المنطلق طبعا الفلسفة هي المنافس الحقيقي للدين لأنها بتقدم جانب أخلاقي كامل أو طرح أخلاقي كامل للإنسان وبالحقيقة هون الأستراتيجي إنه العلم بيتعرض بس لما بيكون فيه تفسير وأسرار على التفسير الحرفي للنصوص المقدسة لما متعامل مع النصوص المقدسة بمرونة أكثر هذه الجدلية بتروح هذه العلاقة الإشكالية بتروح بس العلاقة الإشكالية بتضل مع الفلسفة الفلسفة بتحاول تبني على أسس موضوعية أسس عقلانية تفسير آخر للحياة بعيدا عن الغيبيات وهذا اللي ممكن يكون بخلق أحيانا تعارض مع الفكر الديني بس هون بفتح مجال للحوار بالحقيقة اللي ممكن يثري الجانبين يعني ما بإضاعي يكون الصراع يتحول لرفض متبادل وأي نوع من أنواع العنف ممكن بالحقيقة يكون مدعاة للحوار المنفتح حقليان على الوجود وأسبابه ومعنى الوجود والمغزم اشتركوا في القناة